طريقة السلفية كتاب وسنة على فهم السلف الصالح فإذا وجدت عالم يعطيك الكتاب والسنة فهم السلف الصالح خذ به الأئمة الأربع يا أخوانا لا يمكننا تطاول عليهم على الأئمة الأربعة من أين أخذوا؟ من كتاب والسنة هؤلاء ماذا قالوا عنهم؟ قالوا هم أئمة أهل السنة والجماعة عندنا إما إفراط أو تفريق إما أن يسب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثلا أو يقول أصاب أبو حنيفة أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد وسط إذن لابد أن لا تأخذ ولا تستفتي إلا من تثق في دينه وعلمه أعلى من يكون